كشف قيادي مبارس في التيار الوطني الشيعي عن خارطة سياسية يعتمدها التيار تسبق استئناف نشاطه السياسي المعلن وقال القيادي إن الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات من أجل ترتيب الأوراق للعودة السياسية للتيار خلال المرحلة المقبلة وترتيب الأوضاع الانتخابية للماكنة للتيار الوطني الشيعي والذي سيكون مشارك وبقوة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة مضيفا أن الصدر لا يريد إعلان العودة السياسية خلال الفترة الحالية فهو يعمل على إعادة ترتيب الوضع السياسي والانتخابي الداخلي للتيار الوطني الشيعي وبعدها تكون العودة للنشاط السياسي عبر الجماهير